السلام عليكم ازايكم يا جماعة عاملين ايه كل سنة وانتو طيبين رمضان كريم علينا وعليكم بإذن الله دي عجينة الكنافة او الكنافة النابلسية آآ ودي كمان جبنة من الحمد جبنة النابلسية مخصصة للكنافة النابلسية يعني ما بتبقاش حدقة بتبقى مسكرة آآ طبعا احنا في الاول بنحط الكنافة بتاعتنا في الفليزر علشان تتجمد وتبقى سهل علينا انها آآ تتكسر زي ما انتو شايفين طبعا انا حطتها آآ في الكبة بعد كده آآ وبقت تين نتيجة انا عايزاها تكون صغنانة خالص بالشكل ده افرمها خالص ممكن انت تكسريها بالسكينة آآ طبعا حطيت معلقتين سمن بلدي آآ كبيرة زي ما انتو شايفين وبعد كده تخلطيهم كويس جدا بالكنافة بتاعتنا آآ طبعا المرحلة دي مش محتاجة معلقة مفروض تعمليها بايديك آآ بعد ما تخلطيها كويس جدا مع بعض تبدأ تحطيها في صنية علشان حنرفعهم على البوتجاز ونبدأ آآ نحمرها بالسمنة والنتيجة حورها لكوا بعد شوية بعد ما اتحمرت زي ما انتو شايفين انا وصلتها آآ خدت لون دهبي بالشكل ده بعد كده هنعمل ايه? هنبدأ نجيب صنية آآ المقاس اللي انتي طبعا حابة تعمليه فيها آآ هنجيب الصنية وندهنها صارنا الصنية بتاعت البيتزا اللي هي صواني ما بتبقاش عريضة آآ بتبقى كنزة شوية وابدأ احط فيها النص الكمية بتاعتي من الكنافة اللي احنا حمرناها وبعدين نبدأ ان احنا نفردها في الصنية بالمعلقة بالشكل اللي انتو شايفينه ده تفرديها كويس كويس جدا وبعد ما تخلصي فرد تبدأي تدككيها يعني المفروض بعد ما نخلص خلص آآ الفرد وتكون مخطية الصنية بالكامل المفروض نبدأ نضغط عليها بالمعلقة او بادينا نضغط كويس جدا تبقى آآ يعني ندككها كويس جدا جدا عشان ما يبقاش فيها فراغات المرحلة دي يا جماعة مهمة جدا وطبعا انا قلت ان احنا بنحط آآ بنادهن الصنية من تحت بسمن بلدي بحيس ايه ان انما الشغل بتاعنا او الكنافة ما تلزقش منا في الصنية من تحت طبعا الوقت ده تكون انت عاملة آآ العسل بتاع الكنافة بتاعتك آآ تكوني عاملة من قبلها يعني في قبل ما تشتغلي في الكنافة تكوني عاملة العسل دلوقتي دلوقتي المفروض نحط الجبنة المتزرلة بتاعتنا اللي هي بتاعت الكنافة النبوسية باكد يا جماعة دي مش جبنة عادية دي جبنة مكتوبة عليها للكنافة النبوسية بتكون جبنة آآ مسكرة يعني مش جبنة الحدقة بتاعت البيتزا وبتاعت الكلام ده ناخد بلنا بس من النقطة دي فيه ناس بتعملها بالجبنة بتاعت السوري دي مش عارفة اسمها مش الليلة او اسمها ايه بس بصراحة الجبنة دي آآ مريحة جدا معي آآ زي ما انتو شايفين هي بتبقى شبه الجبنة المتزرلة بالزبط آآ فبيبقى سهل ان انا افردها كويس جدا على الصناية بتاعتي وطبعا المرحلة ان انتي تدكيكيها دي مرحلة مهمة هي كمان يعني اي طبقة بتحطيها لازم تدكيكيها او تدكيها يعني آآ مايكونش فيها فراغات خالص والمرحلة الاخيرة اللي انتي بتضيفي اخر طبقة كنافة معاكي اللي احنا محمرينها الباقي الكمية بتاعتي بفردها هي آآ كمان على الصناية زي ما انتو شايفين اعذروني وانا اسفى ان انا استخدمت ايدي بس عشان انجز مع معاكو آآ لازم هي كمان تدفرد كويس جدا وتغطي كل الجبنة المتزرلة اللي تحت وآآ بعد كده ما اتغطي كل الصانية تبدأي تدكيكيها زي ما انتو شايفين اهو في الفيديو تدكيكيها كويس جدا 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 وي آآ مايكونش فيها اي فراغات زي ما انتو شايفين دلوقتي حنحطها يعني تقريبا عشر دقيق او ربع ساعة آآ في الفرن انا دلوقتي بعد ما طلعتها وحطيت عليها طبقة العسل بتاعتي يعني حطيت فيها العسل آآ كده تكون خلصت وجهزة على الاكل زي ما انتو شايفين سخنة وطلعة آآ دخان وشكلها حلو جدا وفي الحقيقة طعمها احلى بجد وقدرت ان انت تعميها في وقت صغير وكمان عملها في البيت وعملة كمية كبيرة يعني كلفتنا الجبنة والكنافة بس النتيجة آآ يعني بجد حلوة قوي وانصحكم تجربوها وهي سهلة ومش هتاخد معاكم وقت خالص وحتشرفك لو في آآ عزومة عندك او تشرفك قدام آآ بيتك وعيالك بجد حلوة جدا وهتحبوها وآآ ياريت تجربوها وتقولولي في التعليقات عملتوا ايه ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصدقوا كوجل جديد ولو في اي حاجة سبها لي في الكومنتات بإذن الله وانا هرد عليكم كل سنة وانتو طيبين وبالفة هانا وشفا اشتركوا في القناة